اه مفيش تشارتي غير دي هتبخلي انا حسين ان احنا في عازة كده المهم انت مبسوط مهلا مبسوط ده ده محلم واي حلم ده انا معد الحلم بسبع مراحل زي الفلتر وخمس تلاف جنيه انت مسخرة انا انا عجبك اوي كنت شائي والله امه غمراتي ايامة بس معها ما حملت انا كل الحريم اللي انا عرفتهم في حياتي لو ضربتهم في الخلاط كده مش هيطلعوا جمال كعب رجلك حكيلي بقى اخر مغامراتك كانت مع مين حكيلك ايه ده كلها حاجات متشرفش انا اخر واحدة عرفها كان اسمها فايزة كوتش كانت بتثبت الناس في اللمفلات وتاخد منهم الكوتشات بالإكرار تابد عليها وراحت ثلاث سنين في ستين ده وكانت توديني في ده معاها ساعتها انا قلت خلاص يا رب انا كده انا توبت ومش اعمل اي حاجة تنال في الحلال والنهار ده كان في الحلال بس يبقى حرام عليا لو قلتلك لا استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم يا رب يا ست انت تكفرينة ولا ايه بس بين وبينك انا حبيت اللابتوب قوي انا طلع اللابتوب ده بيعمل احلى شغل خزاعة اللي حصل النهار ده تعتبره حلم يعني تقوم تلبس وترجع على بيتك ولا كأن في حاجة حصلت ماذا؟ يعني مفيش احلام تاني؟ لو فيها اقولك يلا عشان هنام ولو فتحت بؤك دي انا هقفله بأسمانت شعر